هذه أبرز العنوين النجم المغربي عبدالصمد الزازولي يغادر تجمع ناديه ريال بيتسا الإسباني بالنمسا ويلتحق بصفوف المعسكر المنتخب المغربي في باريس طارق السكتيوي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأولمبي يتخذ قرار مفاجئ وغير متوقع مباشرة بعد وصول كتيبة الأسود إلى الأولمبيادة موناكو الفرنسي يتواصل لاتفاق رسمي مع النجم المغربين إلى العنوي من أجل ضمه إلى صفوف فريقه في هذا الصيف بعد خسارته من لقب أوروبا اليورو 2024 أمام منتخب إسبانيا الاتحاد الإنجليزي يعلن رسميا استقالة مدرب فريقه مغريثة غادر الدولي المغربي عبدالصمد الزازولية لاعب ريالبيتيس الإسباني بعتت فريقه المتواجد في النمسا متواجه صوب الديار الفرنسي للالتحاق بالمنتخب الأولمبي استعدادا للأولمبيادة 2024 الحالية نقل عن صحيفة ماركلي إسبانيا فإن الزازولي سافر إلى فرنسا مساء الأحد الماضي بعد أن خاض التدريب الجماعية رفقة نادر يالبيتيس أيام الخميس والجمعة والسبت تحضيرا للموسم المقبل قالت الصحيفة أن الجناح المغربي رغم تواجده في عطلة إلا أنه أصر أن يكون حاضرا خلال الفترة الإعدادية لفريقه بريالبيتيس التي تسبق الموسم الكروي المقبل وفق صحيفة مارك فقد حصل اللاعب على ترخيص من ناده إريالبيتيس يسمح له بالغياب عن صفوف الفريق حتى انتهاء مشاركة منتخب بلاده الوطني في البطولة أولمبيا دي باريس ويدكر أن بعثة المنتخب المغربي الأقل من 23 سنة كانت قد حطت الرحال في الديارة الفرنسية بالعاصمة باريس استعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستجرى خلال الفترة ما بين السادس والعشرون يوليوز والرابع والحالي عشر غشة مقبلة فرد طارق السكتيوي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأقل من 23 سنة السرية التامة على التدريب الأولمبيين بفرنسا مباشرة بعد وصولهم إلى الديارة الفرنسية قبل موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تصدف باريس بداية من السادس والعشرون يوليوز الحالي كشفت المصادر المسؤولة أن المدرب طارق السكتيوي رفض نقل المباريات الودية للمنتخب الوطني المغربي الأولمبي الأقل من 23 سنة الجمعة المقبلة بفرنسا إلى وسائل الإعلام من أجل الفرد السرية التامة أوضحت المصادر ذاتها أن النخب الوطني طارق السكتيوي قرر فرد السرية التامة على التدريب للتفادي عيون المنافسين التي تتربص بالمنتخبات المشاركة بالأولمبيات أوقعت قرعة دورة الألعاب الأولمبية التي تصدفها فرنسا المنتخب الوطني المغربي الأقل من 23 سنة بالمجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخب العراق ومنتخب الأرجنتين ومنتخب أوكرانيا أضحى الدولي المغربين إلى العينوي لعبنا دينيس قريبا من الانتقال إلى صحوف موناكو الفرنسي خلال المركات الصيفية الجاري حسب صحيفة لكيبال فرنسية فإن نادي موناكو توصل لاتفاق معنا إلى العينوي من أجل ضمه إلى صحوف فريقه هذا الصيف أكدت المصادر ذاتها أن عائلة العينوي توصلت لاتفاق من حيث المبدأ مع إدارة نادي موناكو في أعقاب ذلك سيقدم النادي الآن عرضا إلى نادي نيس من أجل حسم الصفقة لللعب المغربي مبرزا أنه قد يتراوح المبلغ ما بين 15 و20 مليون يورو من أجل ضمه رسميا إلى صفوفها تجدر الإشارة إلى أن اللعب المنتخب الوطني المغربي الأولمبينا إلى العينوي خد 31 مباراة رفقة نادي نيس الفرنسي في جميع المصابقات خلال الموسم المنصرم سجل هدفا واحدا وقدم أربعة ميرات حاسمة أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثة استقالت مدرب المنتخب الأول غريتا بعد خسارته لنهائي كأس أمم أوروبا على يد منتخب إسبانيا بهدفين لواحدا جاء في بيان رسمي للاتحاد الإنجليزي بعد 102 مباراة وحوالي 8 أعوام في المنصب أعلن غريتا رحيده عن الاشتراف عن العارضة الفنية للأسود الثلاثة وخاذ غريتا مئة وائدنا لمباراة على الأسئدارة الفنية للمنتخب الإنجليزي محققا 64 فوزا مقابل 20 تعادلا و18 هزيمة ونجح المدرب غريتا في قيادة المنتخب الإنجليزي لاحتزال الوصافة في اليورو مرتين 2020 و2024 والمركز الرابع بنهائية كأس العالم 2018 والثالثة في بطولة دور أمم أوروبا صوت منخارطو نادي الودادة الرياضية على تعيين سعيد الناصري عضوان شرفيا لنادي الأحمر مدى الحياة خلال العام الغير العادي الذي أجري مساء أمس الاثنين بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء الكبرى كان البرلمان نادي الودادة البيضاوية قد رفض انخراط كل من عبد الإله أكرم كريم بن مجدوبة عطيب توزين محمد بن حمو في النادي حيث يشار إلى أن الجمعة العامة الغير عادي خصص لمناقشة بعض التعديلات بالقانون الداخلي لنادي الفريق الأحمر والمصادقة عليها من طرف المكتب المديري السابق بحضور جميع المنخارطين وكان رئيس نادي الودادة الرياضية السابق سعيد الناصري قد اعتقل من قبل النيابة العامة لمدينة الدار البيضاء بسبب القضية التي باتت تعرف بأسكبار الصحراء والتي شهدت العام الماضي في بداية موسمه الكثير من الجدل والتساؤلات في العالم الرياضي والوسطى المغربية الإعلامية ترجمة نانسي قنقر